أفاد مراسل العربي أن المقاومة أطلقت رشقة صاروخية باتجاه الغلاف الشمالي لقطاع غزة من مناطق توغل جيش الاحتلال وفادت القسام أنها استهدفت نقلة جند شرقية معسكري جباليا شمالي القطاع بقذيفة اليسين 105 وأدت العملية إلى سقوط عدد من جنود الاحتلال قتلى وجرحى كما تسببت في قطع خطوط إمداد الجيش الإسرائيلي أضفت كتائب القسام أن مقاتليها تمكنوا من التسلل خلف خطوط قوات الاحتلال شرق مخيم جباليا واستهدفوا دبابة ميركافا ونقلة جند بقذائف اليسين كما تمكن المقاومون من تفجير عين نفق مما أدى إلى تدمير نقلة جند إسرائيلية